أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 58 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية وذلك خلال الفترة من 12 إلى 21 من مايو الجاري يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووضحت وزارة الصحة أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا هذا وتضم القوافل كافة التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة